طيب إحنا اليوم بنا نكمل من Enterprise Resource Planning Life Cycle بنا ندخل على الجزء الثاني من Implementation هذا الجزء والثاني Operation and Maintenance تتذكروا لما إحنا حكينا عن Enterprise Life Cycle في الشابتر الماضي قلنا أربع خطوات زيها زي System Development Planning وPackage Selection وهذول نقشناهن ويفترض أنه إحنا الآن عملين الPlanning كامل في المؤسسة وعملنا الPackage يعني خلاص اخترنا الPackage وبدنا نشتريها خلاص اشترناها يلا وقت تدو بعد ما منشتري الPackage بدنا ندخل على مرحلة Implementation ومرحلة Operations and Maintenance نشوف فالImplementation عمنا نبدأ في التطبيق إذن إحنا شيرينا الPackage الImplementation إذن إحنا شو بدنا نساوي بدنا نشتري التطبيق تمام؟ طيب الآن عمليات كثيرة بدنا نساوي بدنا نساوي بس حبيت تكونوا موجودين لأنه الموضوع اللي بدنا نحتي فيه اليوم كثير موضوع مهم ومشان نقدر موجود دكتور موجود اه مشان نقدر نفتح للعمل بكرا إن شاء الله إن شاء الله نعم إذا الImplementation هم أمور كثيرة بدك تشتغل بس دا استعرضني بشكل سريع بعدين ندخل في التفاصيل يعني بدك تعمل أولا Implementation للسوفتوير ثانيا بدك تعمل 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 هذي كلها عمليات في بعدها بدك تعمل بعدها بدك تروح تعمل أو في أثنائها وآخر موضوع بدك تعمل للي هو الناس بدهم يشتغلوا وفيما بعد بدك تحدد وتبقى مختار ثانيا بدك تعمل ثانيا بدك تعمل ثانيا بدك تعمل في مرحلة نرجع على على التفاصيل كل واحد على حد نحر في يعني يعني بمعنى إنه لما نقول software implementation أو ERP system implementation بمعنى إنه بدنا ندخل النظام يصير من ضمن عمليات المؤسسة النظام اللي شرنا أو اللي اخترنا بصير جزء من عمليات المؤسسة كيف بدنا ندخل وبدنا نعمل software installation software of installation يعني بدنا ننا هذه software أو هذا أو هذا ERP system بدنا رقم واحد كيف بده يشتغل لازم نحطه على جزء بدنا نعمل installation لل ERP system حيث ما يلزم وحسب الطريقة اللي احنا متعقدين عليها هل هو لوكل ولا كلاود كلاود إلو طريقة واحنا منعرفها وإذا لوكل ما عنا بدك تحط على سيرفرات المؤسسة وفيما بعد تشوف كيف بدك تعطي ال user تعمل لهم installation إذا مرحلة software installation بتطلب منك إنه تجاهز البرامج على تحضر وتحط البرامج على الأجهزة وتحملها على الأجهزة بحيث إنه يصير applications جاهزة للعمل الآن كيف عملية installation هذي حسب قلنا ممكن تكون انت عاملها إلها طريقة في installation ممكن تكون عاملها ممكن تكون عاملها حسب اللي هو انت حسب كيف الأجهزة اللي عندها تمام إذن هذي أول مرحلة إدخال software دخلنا software بعدها على طول نعمل وقت configuration إحنا هذ القضايا مش غريبة علينا لكن بدنا نعود نأكدها ونركزها configuration شو ما شو النقصد فيه ERP system were developed by vendors based on generic needs of various companies يعني اللي صمموا الفندور اللي بيشتغلوا أو المختصين في ERP systems لما بيصمموه بيصمموه بنائن على generic needs يعني بروحوا بحللوا الشركات الفندور كلها وبشوفوا in general كل هالشركات شو بتحتاج تمام الآن فيما بعد إذن كل هالشركات شو بتحتاج فيما بعد بتصير إنتي بدك تدخل تعملوا إنستاليشن عندك على أجهزة الشرك تمام شو بدك تسوي You have to determine which options will be switched on or off and what entries companies will make into various tables to make ERP systems meet their particular needs يعني يعني انت شو ماله بدك تصير تحدد خيارات على سبيل مثال configuration بدك تصير تحدد خيارات مثلا اسم المؤسسي بدك تدخلوا وراح تدخلوا مرة واحد إذا انت عملت انستاليش ال ERP system بيبقاش حاط اسم المؤسسي ليش؟ لانو صممو مشان يزبط مع مع كل المؤسسات إذا انت اللي عم بيك تدخل مثلا اسم المؤسسة بدك تدخل اسم المدير تمام؟ بدك تدخل اسم المدير بدك تحدد الـ language بدك تحدد currency وهكذا وهكذا بداية السنة المالية ونهايتها بداية السنة المالية ونهايتها وهكذا معلومات معلومات عامة بتخص في المؤسسة ليش احنا مطلوب من ندخلها؟ لانو اللي صامها من ERP system هو مش مش مخصصة لمؤسسة معينة هو عاملة open لكل المؤسسات وبالتالي كل مؤسسة بتصير الدخل بياناتها والخيارات التاريخ سيغة التاريخ والتاريخ ميلادي والله هجري وهكذا هذا اسمه configuration بدك تعمله تمام؟ بدك تعمله يعني على سبيل المثال لما احنا عملنا installation الـ O2 من بين الـ configuration اللي اشتغلناها اللي هو قضية الـ language مثلاً قددنا بدنا اللغة الإنجليزية على السبب اللي هو بدنا نعمل configuration على الـ dates وعلى وعلى currency وهكذا تمام؟ طيب، هذا اسمه configuration وضروري نميز بين مفهوم الـ configuration ومفهوم شو ومفهوم الـ customization إذن configuration الموديول جاهز أو الموديول أو الـ ERP system جاهز الآن قبل ما تفعله خلتسميها بدك تفعله فيه بيانات بدك تعطيه زي اسم الشرك زي كذا انت ما بدك تغير على الـ code انت فقط بدك تعطيه بيانات مشان تسير عنده تتثبت عنده وصير دايما يعتمد هذي البيانات يمكن تحتاج customization اللي كانت بتحكي عنه قبل شوي الـ Nargis Nargis اه customization شو بنقصد الـ customization باختصار هايو باختصار قولنا الشركات اللي بتصنع او بتنتج ERP systems يكون يزبط يعني open للكل طب افطرت انت مؤسسي مثلاً صغير في الحاجة لما عملت installation للـ ERP system عملته installation طلع huge يعني هذا الـ ERP system very huge مش كله بدكية او لا يتوافق في بعض كانت لا تتوافق مع الـ لا تتوافق مع الـ الـ الان وانت مصر انه هذي الـ لانك عملت عليها دراسة مصر انه هذي الـ الـ إذن شو بدنا نضطر نعمل؟ بدنا نضطر نعمل ندخل الـ ERP system نعمل تعديلات عليه إذن customization involves modifying code إذن بدنا ندخل على code بهذه الحالة مين ندعم الـ customization الشركة or adding code to the system to make it fit customer needs this will require for sure this will require programming تمام and should be based on the fit gap analysis تذكر رحنا مع منا لـ planning اشتغلنا على fit gap analysis ولاحظنا إنه قلنا لما سكون في اختلاف بين الـ process الـ process اللي في المؤسسة وبين كيف الـ ERP system بنفذها إذا في اختلاف إحنا أمام خيارين إما بدنا نعمل re-engineering نعيد صياغة الـ business process أو إذا إحنا الـ business process طلعت فعلاً يعني ما فيها مشكلة بدنا نطار نعمل تعديلات طفيفة على وين؟ على الكود تبع اللي هو الـ تبع الـ ERP system موديول مشان يصير قادر يشتغل بالطريقة اللي إحنا بدنا يعني وهنا حان بتحصل هنا هذه فروقات عادةً بتكون شكلي طفيفة بين مؤسسة وأخرى يعني على سبيل المثال مثلاً عندنا جامعة هل كلهم بدرسوا بنفس الاسلوب؟ كعام العام اسمه تدرس جامعي لكن لما مندخل في التواصيل أحياناً بنلاحظ في بعض الفروقات وبالتالي لو بدنا نعمل برنامج تمام؟ بدنا نضطر الفروقات تذهب نصير ندخل نبرمجها عشان صير تنزبط مع هذا تنزبط مع الثاني وهكذا هذا اسمه customization تمام؟ إذاً customization بيكون عادةً مبني على وين؟ لازم يكون مبني على فتجاب analysis حالة خاصة من customization وأنا مش عارف ليش تذكرها لكن أوكي مشان لما يحكي customization أو modification في الحالتين بدك تعمل تعديل في الحالتين بدك تعمل تعديل على وين؟ على المديول يعني بدك تفتح الكود تبع المديول الشركة وتعدل على وين؟ على المديول تمام؟ ما؟ أحياناً الـ customization بيشترط الـ customization الـ customization أحياناً يكون عنده عشرين مديول إنتي دختي واخد أربعة عشر هنا اللي زابطاً معك الـ 6 هذلك بدكش إياك هذا بدخل من ضمنين الـ customization كي مثلاً الأودو لما بنفتحه في كمية هائلة من المديول بدي رح أجيبك كلها؟ فور شور لا بدي أختار منها اللي أنا بظبط معي هذا اسمه شو؟ اسمه customization لاحظته في الـ customization لاحظته في الـ customization خلنا نواخد مثال الأودو كيف اشتغلناها في الأودو إذا بتذكروا لما جينا نبني نعمل create للويب سايت هو سألك سؤال عام شو قلت له بيزنس؟ بعدها قال لك شو نوعه من البيزنس؟ يعطينا قلنا له كذا راح بنالنا ويب سايت general يعني أي بيزنس كإطار عام للويب سايت بنفع بس لما جينا كل واحد who is own business يعني أنا مثلاً كنت مختار الكيس تبق PPU اضطرينا ندخل على الويب سايت ونصير نعدل فيه عنا ما ببنينا ويب سايت عنا عملنا تعديلة الخطوط تعديلات تان تعديلات انقل هذه المحلات هذا يسمه customization أوكي؟ طيب إلا الـ customization بيشمل هاي أنه أربع أو خمس حاجات تاي customization ممكن تشمل واحد أو أكثر منهن وقال لك يا R, I, C, E, F خذ أول حرف من هذول ممكن نعمل customization في الـ reports ممكن نعمل customization وين؟ في الـ reports يعني المثال يعني هو لما كان بعطين print out بتطلعنا على print out بدنا إياه مش هيك بدنا إياه المؤسسة بدنا إياه بطريقة أخر بنعملوا موديفكيش آآ على interfaces ممكن على الـ convergence تمام؟ يعني شو الـ convergence يعني أنت مثلا بدك تنقل الـ data من الـ ERP system لبرنامج آخر أو العكس أو العكس أو بدك تأخذ الـ data من الـ ERP system تطلع على اكسل أو تجيب الـ data من اكسل تدخلها هذا اسمه convergence كيف عمليات الـ convergence هذو بدك تتم؟ يمكن موجودة يمكن لا إنه دير بالك في الـ customization هذي قضايا ينتبه إلها ينتبه إلها يعني لاحظوا إحنا لما منشتغل على الـ web site قاعدين منشتغل على الـ inter pieces يعني قاعدين نعمل customization للـ inter pieces آآ مثلا enhancements انت بحاجة لين؟ لبعض تحسينات على الـ forms الـ forms مثلا لما قال لك contact us نفتح لك فورم هو وبانيه إنه يمكن تحتاج تعد ومش هذي البيانات البداكين هذا كل الأعمال هذي اسمه شو customization إلا عندير بالك مش فرحة الـ customization تكون كثيري كل ما زادت الـ customization بصير disadvantages أكثر ها صحيح الـ customization انت بتنقل الـ ERP system مشان أصير fit for your world بصير هو الملائم لشغلك كويس لكن كثرة الـ customization كثرة التعديلات مش كويسة نشوف شو اللي المشاكل بتصويته ها create customer can involve risk that can only be eliminated with testing إذن انت عملت customization عمل التعديلات كيف بدك تدمن ان التعديلات تاذي صحيحة بدك تروح تعملي لها testing وراح نشوف كمان شوي testing testing في شغل لو ما عملت تست customization خلاص ما هي الشاركة الأصلي هي عامة لتستنغ معفيتك من المهمة إذا لما بدك تعمل انت مضطار إذا عملت customization شو تسوي بتعمل تستنغ customization is expensive بتكلب انتوا لاحظتوا احنا بنعمل تعديلات بدها ناس مختصين وشاركة إذا فيش فيها ناس مختصين ده اضطر تجيب ناس مختص أو تجيب ناس من الشاركة المنتجي للARP system مشان تعملوا وهكذا كمية من ال disadvantages حيذا focus on health customization effort made detract attention away from more critical assets of the ARP system الآن ممكن انت كثرة customization نحظه اعطينا اهتمام اعلى للانترفيس هذا ممكن تكون حساب ايش ثاني حساب الريبو نسى عن ايش ثاني تمام يعني قضايا كثيرة اهم واحد فيها كمان اللي هي الشاركة الشاركة عادة المصنعة from time to time تعمل upgrade ليش لانه هي لما انتجت الARP system ما انتجت تركته بتظل متبعة في الصناعة او في الاريا اللي اشتغلته إلا كل ما حصل تطورات وانا يعني from time to time كل ثلث اربع سنوات تطورات هذه بتصير اللي انا على المستوى الاستراتيجي كل ما حصل تطورات الشاركة بتطلع نسخة جديدة توافق هذا التطورات اللي هو الفندور طب انت اذا عمل customization بتكون شو ما لك upgrading يعني جيت للنسخة الحديثة حمال كعجي هذا بتصير فقادة كل اللي عملته في customization اذا هذي مشكلة كمان طيب من ضمن من ضمن الامplementation كمان في مفهوم اسمه data migration باختصار data migration شو هو؟ هو ترحيل البيانات يعني هالبروسس of moving mass and transaction data from legal systems being retired into the new ERP system يعني بدك ترحل البيانات من النظام القائم يعني على سبيل المثال جامعة بوريتيكنك لان فيها نظام فيها نظام قائم موجود النظام القائم هذي بيانات طيب لما نجي بي ار بي سيستم البيانات تاذي القديمة شو بننسوي فيها بدنا نضطر نرحلها على وين على ال new system مشان يظل ال new system robust وكل البيانات تمعت الشركة موجودة في وين موجودة فيه طبعا هنا data migration هايو الا الايكستراكت 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 انصور مندلوت يكليون موفنج والداتا انتصور data feeds منتزار بي سيستراكت من الرياض انتظار الرياض انتظار الرياض بالerb system وهذا فيه data feeds في بيانات البيانات التاث شو بننسوي فيها هل نلغيها اتخيل بنك وعنده بي تبعتهم والرصدي ولما ندخل الerb system نقوله يلغي القديمة كارث اذا مننقلها نرحلها البيانات تمام طبعا لاحظ الترحيل فيه processes ممكن احنا نتبع اللي هي طريقة data extraction extraction يعني شو معنى extract استغلاص يعني نيجي لما لما بنتفحص ال old data خنسميها ممكن نلاحظ انو مش كلها لازم بنعمل ال وبالتالي بنصير نختار الاقسام من ال data اللي احنا بدنا بنعمل الهوين transformation data collection او ممكن نحتاج نعمل data collection بمعنى انو يعني ممكن نيجي الاقسام من يزبطش نعاود زي كما نظام صيدلية او سوبر ماركت نعاود نرجع شو معنو نعمل data collection اول جديد entails compiling new data not already automated مثلا data cleansing or data scrubbing اللي هي شو اللي هي هذا data cleansing اللي هي عملية تنقية البيانات بمعنى بمعنى تنقية البيانات بمعنى في ال old data جيت انت الا فيه اقسام من البيانات فيه اجزاء من البيانات اما مفقودي بعض حقول اما مفقودي او مكررة وتكرارها كان في عامل duplication يعني لقيت فيها مشاكل يعني فتحت البيانات القديمة ولازم تستعرضها لما فتحت البيانات القديمة لقيت فيها مشاكل تمام مثلا في مكان ما محطوط اسم ثلاث في مكان ثاني محطوط اسم رباعي في مكان ما محطوط تاريخ الميلاد غلط عن المكان الثاني هي مشاكل راح تبين لك فيها اماكن معينة فيش دات مش داخل طب شو بدك تعمل في داتا كلينس اسمه تنقيت كله هذك تصححه طابل ما تعمل الترانسفر لانه لا يجوز يعني مش مزبوط تشغل ERP system انت تشغل ERP system وشو ماله وانت مرحل بيانات ايه على ال ايه وفيها غلط معناته بده يصير في عنده غلط ERP system اذا اعمل تنقي للبيانات عادة احنا كيف بنسوي مرينا في تجرب اللي زيه بنطلع البيانات على XM بنتفقدها من Excel ها من ال old system بنعملها export على XM بنتفقدها هيك بنطلع عليها وين ما فيها مشاكل بنحلها وبعدها بنعملها امبورت لل ERPS امبورت لل ERPS اذا هذا كمان data migration بننتبه له طيب data harmonization data harmonization الان data harmonization ان يكون فيه اتصاق هايو is standardizing data وقبل شوية كنا بنحكي عنه كيف تعملها data تمشي على standard معين بمعنى اذا انا اتعملت مع currency انها دولار خلاص في كله بدي استعمل دولار هذي اسمه data harmonization انه تخلي harmony والبيانات يكون فيه بينها harmony يعني متاسقة مع معظم تمام وهذي بقولك هذي بتحصل اذا كانت من different sources يعني انت جايب بيانات من المكتبة وجايب بيانات من التسجيل وبيانات من المالية كل واحد بتعامل مع التاريخ بطريق كل واحد بكتب البيانات هذا بيكتب اسم ثلاثي هذاك رباعي لا بدك انت الان تسوي البيانات تصير بناء على standard معين انت يجي تقول بدي الاسم رباعي خلاص اي عملت standard في ال ERPS وين حيثما ورد بدي يكون رباعي جيد قلت انا بدي العملة تكون بالدينار خلاص في كل هذا هذا اسمه data harmonization تمام وبالتالي data harmonization لازم تعكسها على البيانات اللي هي القديمة اللي عندي اخر شيء اللي هي data loading اذا هذا عملية اللي تقوم فيها في data migration اخر شيء اللي هي data loading Involves putting the data into the ERP system loading يعني تحمل البيانات اخر شيء تحمل البيانات يعني بعد انت ما تكون عملت العمليات تات الهدف من الاربع عمليات هات اللي هي data extraction وال data collection وال data cleansing الهدف من الاربع عمليات تذول مشان انت تحط البيانات اللي هي legacy data او البيانات القديمة مشان تحطها في السيغة تتوافق مع ال ERP system بعد ما صارت في هذا السيغة بدك تعمل الها loading وين تحملها على ال ERP system طيب بعدها العملية الان دير بالك التستنج هات التستنج هات التستنج هات في عدة انواع اللي خلان نشوف لكن اذا انتي ما عمل customization وما عمل data migration التستنج هات بعض جوانبه مش رايح تحتاجه لكن اذا عملت customization وعملت data migration واثنتين او واحدة فين بتصير محتاج بدك تعمل تستنج اللي هو شو تستنج testing confirm data has been loaded successfully and the system behaves as expected يعني التستنج بد يكون للسيستنج انو السيستنج خلاص بيشتغل صح اذا عملت customization بدك تطمئنن السيستنج بيشتغل صح واذا عمل data migration بدك تطمئننو data loaded successfully وبتشتغل الطريقة الصحيحة تمام الان هذا التستنج مش تيش تعمل ليه على اجزاء في المؤسسة وتترك الباقي بدك تعملو في كل ثنايا المؤسسة في كل ثنايا المؤسسة طيب التستنج له انواع التستنج له انواع حقيقة احنا تذكروا لما كنا نعمل لما كنا نعمل ان هي الويب سايت في الاودو مش كنا كل ما نعمل تعديل نقول يلا روخ هنشو شو سوى يعني نتعمل تستنج له الى اذا التستنج له انواع مثلا data migration testing اذا عملت تحويل للبيانة يعني النظام صحيح في الشي خلق وعملت migration لل data عملت migration لل data انت بحاجة تعمل تستنج قبل ما تحط السيستن في وضع النهاء بدك تعمل انا دخلت الان عملت migration لل data هل النظام بيشتغل صح عهد data بدك تعمل تستنج تمام بعدين data mapping testing data mapping testing data mapping testing اللي هستنس من ERP systems are interfaced with other systems data is mapped from one system to the another يعني يعني ممكن انت تكون ال ERP system ال ERP system اللي انت مشغله عندك في الشركة هاذ connected مع supplier هه connected مع supplier برضو من خلال ERP system يعني انت عندك نسخة supplier عنده نسخة الان بدنا نشوف مع بعض بنشتغل صح بلنا في خطأ اذا لازم تعمل هذي اسم data mapping testing بدك العينة بيانات عندي supplier وعندي وبعمل test هل ال connection أو relation مع supplier اشتغلت صح ولا نعم والمفروض كمان مع customer نعمل testing ال unit testing كمان انه انا كل مدول لازم اعمله كل مدول اه لاحظ ال unit testing اذا عمل تعديل customization عن مدول معين بدك تعمله testing هذي واحد بصير اكثر اثنين بدك تعمله what's called integration testing بعد هالمدول هل ظل يعمل متكامل مع كل النظام ولا عمل خلل اذا اذا عمل customization عن مدول بدك تعمل اكثر من test الاول unit testing عن مدول نفس الثاني بنسمي integration testing اللي هو شو integration testing اللي هو على عوين على النظام ككل يعني هالمدول اللي عدلته ظل شغال مع النظام ولا في خلل لسه فيه كمان انواع من testing كمان user acceptance testing once انت صرت متماين من هذا كله كل هذا testing كمان بدنا نعطي اليوزر يشتغل بدنا نجيب اليوزر ونقولوا مشتغلوا تمام ويلا اعطونا فيدبات نظام ليلكم ملاحظات اللي كانت تحكي في اناردس قبل شوي اذا اعطونا ملاحظات بدنا روح نعود نعدلها ونعود نعمل testing من اول وجديد اذا ما فيش لهم ملاحظات بنكمل بنروح على اي شي اسم authorization testing عارفين شو احنا لما بنحملنا ال ERP system رايح تلاحظ انه في مثلا جزء للهيومن ريسورس جزء للفاينانشال للمالي والمحاسبي جزء مثلا للماركتين جزء للسيلز موديولز طيب الان كل واحد لما بيعمل بدخل ع اختصاصه يعني مثلا الهيومن ريسورس بس بدخل ع بينات الهيومن ريسورس بقدرش يدخل على الفاينانشال اذا هو محاسب بس بدخل ع بينات المحاسبة بقدرش يدخل عليه يومن ريسورس يا هو يطالب خلينا ناخذ نظام التسجيل اذا هو مدرس فيه له authority is معينة authorization معين اذا هو طالب ايه له انا ذا الauthorization هذا بدك تعمل عليه testing اخر شي performance load testing performance load testing يعني هذا شو يعني بنا نشوف الارب system بدنا نشغله يفترض انو نشغله باعلى طاقة بمعنى انو نجيب كل اليوزرس ونقولهم يلا اشتغلوا كلكم مع بعض بالرق كيف اداء كيف بتشوفوا انتو اثناء التسجيل هاني بنا النظام اداء و شو بتبقي كل ما زاد عدد اليوزرس اداء و شو مالو بضع في شوي يا هادك تعمل له testing تمام لانو انتو مشتري نظام هذا النظام بيمشتري شرية بدي يحل لك مشاكلك حتى بدي يعمل لك حلول اذا هذا اللي هو موضوع testing اذا لا حتى لو بسيط بديك تعمل testing اذا عمل data migration بديك تعمل testing وهكذا تمام طيب موضوع اخر في اثناء اللي بدنا نشتغل عليه اسمه change management change management اليه ادارة التغيير ادارة التغيير هذية احيانا انتو شروع شو مالو احيانا انتو لما بنتفاجئ الموظفين بنظام جديد عادة تراح عارضو قومو اذا شو لازم تسوي لازم انتو تعمل تايا انتو قاعد بدك تعمل change يعني بدك تغير الشغل اذا بدك تهيئ الموظفين عشان يقبلو هايو changing change management means getting employees from point A pre change to point B post change يعني انتو بدك تهيئ الموظفين للوضع الجديد من الوضع اللي هم فيه للوضع الجديد مشال لما بتطبق ال ERP system الموظفين بكونهم هيئين تمام الموظفين بكونهم هيئين طيب ممكن انتو في هذه الحالة تحتاج تعمل مثلا job changes تيجي تغير اعمال الموظف تغيرها هو كان مثلا محاسب بيشتغل واحد اثنين ثلاث لما بندخل ال ERP system ممكن نغير الأعمال تابعته بدك تهيئه و تدربه مثلا ثاني محاسب différent محاسخ بمحاسب محاسب الموظفين كانوا معتدين يشتغلوا بطريقة الApps عمدية هذا يسمى العمليات الثانية هذا اسمه بس شغل التسجيل بيشتغل بدك تهيئ الموظفين احنا قلنا ما بينجح بالنسبة ما هم مصمم بطريقة ونا مصمم طريقة والتالي بدك تعيد تهيئات الموظفين تهيئ لهم مشان يحسر يشتغلوا بطريقة تمام وممكن يطلب يعني ابسط مثال ممكن تحتاج تنقل موظف هاي مسؤول وعنده مجموعة موظفين تيجي تنقل موظفين من عند هذا المسؤول تحطه من عند مسؤول اخر تغير هذا اسمه change management كله بدك تشتغلوا بطريقة شو ما علوه صحيح طيب الان change management كيف بدك تتعامل معه كيف بدك تعمل هذي التالي مشان تتجنب يحسر resistance فيه ثلاث طرق هاي ثلاث طرق سهل و بسيط training communication training تجيب هالموظفين و تدرب وإحنا عادة شو بيساووا في الترينين مشان يعني خلوا الموظفين انهم صاروا جزء من change شو بيعملوا بيجوا مثلا كل شهر بطلعوا دفع مجموعة من الموظفين بمشتغلوا في مدين المعين بروحوا يدربوا في الشارك تخيل ان الشاركي مثلا في ألمانيا تيجي تأخذ مثلا بمشتغلوا في محاسبة بروحوا شهر ألمانيا عالشاركي تدربوا على الجزء رجعوا human resources يالا روحوا يدرب أفضل يعني من الطرق الجيدة ما اكتشفناه انه تعمل هيك ليش لانه بمجرد انتي ما طلعت الموظفين انتي أعطيته إشارة انه انتي مهتم فيه وما بدكش تستغني عنه من هذا الطريقة الترديشنل لا نيو ويبدأ كل ما تمشي الخطوة أعمل لهم تحديد يظلوا شمال ومواسطة واتصالك معهم يظلوا مهائين أو إدوكيشن يعني أعمل دليل ويبدأ يعلمهم خلهم يتعلموا يعني مين يبدو قوم فيها هذا الحقيقي اسمه change agent كل مؤسس يبدو يكون فيها change agent وهاي principles of change management مجموعة principles تمام هاي أدرس the human side يعني انتي في change management انتبه واهتم في ال human start at the top ابدأ طبعا هنا اذا بتستعرضهم راح يقولك start at the top involve if layer كل المستويات انتبه إليهم مثلا ادرس culture انتبه إلى ال culture انتبه إلى ال culture أحيانا ال culture اللي هو الموظفين يتعودوا على طريقة في العمل طريقة ما في العمل وفي العلاقات وقاعدين في مكتبهم ومع بعض ومتعودين ذلك الان هذه ال culture بدك انت تنتبه إليها وتشوف كيف بدك تعدلها مشان طيب التريننج كمان التريننج بدك تعملينهم تدري اذا التريننج جزء من وقلنا قبل شوي كمان كنا بنحكي انه جزء من خطتك هو التريننج يلا what are you going to do for التريننج what are you going to do هايو التريننج يجب ان تدريبا 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 يرجح حاله خذ يوم يرجح حاله ويشوف وين المشاكل وين يقدر يحسن وهكذا الان المؤسسات موضوع التريننج يعني ما بتقدر خاصة المؤسسات العدد موظفينها كثير شو بيسووا بيجوا بدربوا مدربين من عندهم كيف يعني يعني مثلا من كل قسم باخدوا واحد وبضعزوه مع الشركة الاصلية يتدرب ولما بيرجعوا كل واحد بيدرب الموظفين الثانين اللي عنده في القسم هذا يسمى ترينر تمام طيب الان انتبه انتبه في التدريب يعني شو ماله بده أنا أعطي وقت مهم بده أعطي وقت للتريننج يعني لا يجوز لا يجوز والموظف في عمله تصير يدرب فيه ويشتغل ها مثلا بقولك على سبيل المثال بقين ترين يعني يبدأ معه قبل وفرغوا في مؤسسات شو بتسوي والموظف شغال كم باخذونه ساعة من تجربة تدريب الموظف أثناء هو في العمل بشريعة يوزبوك بوكس عن بيزنس بروسس لا تستخدمة يعني وانت في التدريب بركزه على مفاهم البزنس بروسس ليش؟ لأن الARP بيشتغل بمفاهم مين بمفاهم البزنس بروسس تمام؟ طيب نوع في التدريب وأنا قبل شوي كنت بحثي نوع في طرق التدريب يعني مش دايما تخليها مثلا بريزنتيشنز ولا دايما مثلا تخليها مثلا كيف ديسكاشنز نوع في طرق كثيرة في التدريب نوع فيه وأنا كمان بضيفي لها أماكن التدريب كمان نوع فيه يعني إذا بدك تدرب موظف و تخليه يهتم ما تخلوش قاعد في نفس الشرك طلعوا خذوا رحلي يومين ثلاثة شبور سمعا بحس حالوا إنه بحسك مهتم في واكل ريونفورس ترينيج بز مور كومبريهنس بورغونزيشن التشينج مانجمنت اكتيفتيز إذا ننتبه إنتي الآن الترينيج الترينيج بدي يكون جانبي ضمن خطة من خطة أشمل اللي هي تشينج مانجمنت لازم تكون إنتي حاط خطة لتشينج مانجمنت ومو منها تطلع برنامج للتدريب كونسالتنس إذا كمان حاجة إذا لاحبه أثناء الامبلمنتيشن أعمال كثيرة إحنا شماله بدنا نقوم فيها الكونسالتنس يعني بدنا إحنا لما شاكي بتطبق ياربي سيستم قول مثلاً قول على سبيل المثال البنك العرب طب ما قديش ينفروه على البنك العربي الآن هل بدو يظل ارتباطه في الشركة ولا بدو يوظف مستشارين عنده إذا آه هيا مثلاً كومبانيز ار يوز اكسينا كونسالتنس فور فالوين كي اكتفيتس يعني ممكن أنا أعتمد على الاستشاريين يعني لا يعني ما انت كشاركة مش مطلوب منك يكون عندك واحد مختص في اليربي سيستم إذا كان موجود هذا ممتاز هو بصير وين ما صارت مشكلة يحلها بس إذا مش موجود بدك تكون عامل اتفاق كمان شوية راح نشوف في المنتنس عامل اتفاق مع الفندور مشان يش مشان يقوم لك الله أنا صارت عندي مش فيش شغل مش عارف مين بدفاهمنا يا فيه كونسالتن ممكن تعين لك يا الشركة يداوم عندك او يداوم في الشركة الفندور وانت يظل على التواصل معه وهي كثير تحتاج كثير قضايا من الناس نحصرها في اللي هو يحكيهم أثناء الامبليمنتيشن رايح تحتاج الناس يساعدك يعطيك رأيهم أثناء الترينينج كمان أثناء تشينج مانيجمنت أثناء عملية هذه تحتاج إنتي كولسانتل بيها تخذ رأي غيرك لكن ما تحصرهاش في كمان حاجات كثيرة أي قضية بتواجهك في المؤسسة إذا احتارت عليك بدك مستشار تسأل ويسأل ما فيش مشكلة سماغا طيب الآن السؤال اللي بيسأل نفسه هو السؤال اللي بيسأل نفسه هو لما إحنا بنشتري ال لما إحنا بنشتري ال كيف كيف بدنا نبدأ نشغل هل هل نجي نقول يلا يحذف كل الموجود عندك في الشركة يلا بدنا ندخلك عطول و كيف من التجربة لل ERP من تجربة التطبيق من تجربة التطبيق في الشركات أعطونا خلاصة قالونا في ثلاث طرق الطريقة الأولى سمها فيست فيست والطريقة الثانية سمها بيك بانك أو تايملي بيك بانك أو تايملي والطريقة الثالثة سمها تارلل ثلاث طرق كل واحد فيهن إلى أسلوبها كيف ندخل ERP system في الشركة يعني كيف نخلصر يشتري الآن يعني طريقة فيهن أفضل خليها بنرجع إلى هايها وخلينا نتعرف عليهم شهن الطرق الطريقة الأولى اللي هو سملك إياها فيست 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 يعني متدرج بالتدريش 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 في هذه الطريقة شو بنسوي ERP system is rolled out by module or business unit or geographical area عمله على الأجازة شو ما له بايمدول هذي اسمه فاست سمام بايمدول or business unit و بنيجي على business unit وبنحمل يعني جزء من المؤسس نفتار وين حسب ما حسب ملاحسنه حسب ما هو مناسب للشركة يعني ذا المؤسس الصغيرة مناسب لشركة ممكن تقول أنا بدي أعمل الفيست أبدأ من الموارد البشري يعني حمل المديوط زي العلاقة في الموارد البشري ونشغل نشغل النيو سيستم مع الالد سيستم يظل الاثنين شغلات وإحنا قاعدين بنعمل في التيستنج والداتا ميجريشن وكله لما صير جاهز يمكن يأخذ فترة من العمل واشتزنا كل التيستنج اللي عملناه وصار جاهز معناته بنثابته وبننتقل لمرحلة لمديول ثاني بنيجي مثلا نأخذ المبيعات لحاله بنظل نشتغل عليه بنظل نعمله التيستنج لما يزبط بنضيفه لوين لليوم الرسورس هاي صار صار بنشتغل عليه وين طريقة بندخله على المؤسسة خطوة خطوة كل مرحلة بندخل الجزء لما بنختبره ما أنينا نشغل صح بننتقل تمام طيب خلنشوف الثاني الطريقة الثاني بسمه بيك بانك غور غور تايملي هذي شيه بيك بانك ERP ERP system المفروض ERPS يزرل يزرل بيك بانك اذا يعني شو ها يعني ERP system بدك انت شو ماله بدك تيجي الدخل وكله دفع واحدة في المؤسسة وبتعين توقيت معين يعني بتيجي بنقول واحد واحد الفين واربع وشرين في هذاك اليوم بدنا هذاك اليوم لما تشغل الأجهزة الأولد يبقى موقف واللي بده يشتغل النيو اللي هو ERP system هذي طريقة اسمها بيك بانك اسمها بيك بانك تمام إلا هذا الطريق يعني انت خلص أقل تاكله فيه وأقل توقيت يعني الطريقة الأولى اللي هي الفيست بدك تنتقل متدرش عبين ما تصير انت ناقل السيستم كله بتاخذ وقت البيك بانك هذا أوت تايم شمالها بتوفى على طول يعني بتعين مثلا موعد معين هذاك اليوم على طول بنشغل النظام كله بمعنى آخر انه خلص بنبطلب حاجة لتو سيستم خلص معتركنا سيستم ودخلنا على سيستم الجديد الdisadvantages لهذه الطريقة إذن هذه الطريقة هيئلها حسنات أوفر للمؤسس وبتحتاجش تشغل كثير لكن في الdisadvantages مثل شو الimplementation is offered rushed and important details may be overlooked لا لاحظ انت الآن اهتمامك انه اعمل implementation بسرعة هاذ بيخليك انت تفقد او ما تنتبهش مش تفقد ما تنتبهش لبعض التفاصيل وانحنا نعرف انا مدخل enterprise resource planning سيستم على الشركة مشان اعمل مشان احسن competitive advantage ويمكن يكمن هذا التحسين في التفاصيل اللي انت تركت اذن هذي واحد من المساو تمام more risky more risky الان هانا في مخاطرة افطرد افطرد انه انت جيت عينت يوم وقول انا بدي يوم هاد خلاص بدي اعمل switch off يعني ال old system هو وقفه ولي يشتغل اشتغلتك يومين ثلاث وبعدها صار ايرو خلل وتخيل انه انت بتحكي عن نظام بنكي وحصل خلل الريس شو بيصير بصير عالي لكن هاد طريقة موجودة هاد طريقة موجودة الطريقة الثالثة اللي هي بنسميها Parallel بالدخل في لحظة ما بدنا كل اثنين شغلها وبالتالي بتصير اي بدك تدخل على وال وال ال وهكذا كل عملية بدك تشتغل على الاثنين كويس هاد طريقة اسمها Parallel طيب لامتى لحتى ما تصل لمرحلة انت صرت مطمئن ان النيو سيستم ممكن توق الشهرين او ثلاث يقصر مطمئن ان النيو سيستم شغال مية في المية بتترك الال وبتكمل في وين في النيو هاد الطريقة مشاء الادvantages ليست ريسك اف وال سراتيج هي اقل ريسك ليش اقل ريسك لانو انا شغال عن نظامي ولا صار خلل في النيو الال البيضة الماشية عبر ما نصلح الخلل مش راح اخليه هو يصير الا لما اتمئن انه صار صحيح هذي ميز كمان اذا اصلت شو ماله اكتشفت انتي بعد اسبوع انه في مشكلة يعني تشغل ظليت شغل 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 المشكلة بيانت اليوم بيانت بعد اسبوع شو تسوي لو انت ميعتمد على النيو سيستم لحاله صار عندك خلل على طول بروح برجع للأول سيستم وشو ماله وبراجع بشوف الخلل وانه الال سيستم ما هو شغل صحيح لكن الديس ادوانتز هذي طريقة هو الافضل هذي الافضل لكن الديس ادوانتز the most labor intensive cause and confusing هذي يعني تخيل انه الموظف دايما تطلب منه يشتغل الشغل مرتين يعني نفس الشغل يشتغل مرتين مزعجين and can stand change management يعني كمان ممكن انا لما اشوف حالي كموظف بدي اصير اشتغل الشغل مرتين ادائك بصير يتبراجع الادائة بصير عندك شو ماله بصير فيه تراجع وهذا يؤدي الى انه بدل ما احنا خطتنا بدنا نهيئ الموظف الموظف صار حاس انه نعبئ عليه وبالتالي عند هاتي طيب نرجع للسؤال مين افضل طريقة لاحظ انا عندي ثلاث طرق فاست تعرفناها الفاست وكان انا بجيب طالع هاي ادخل النيو اه انا في صورة بين ادخل النيو باشتغل اطمانيت بكمل طبعا الجزء اللي انا دخلته من الال بشيله وكمالت بشيل من الال كمال لعبيل ما نمطلع الال كله بس الان 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 هاي الال على طول بحط ال الان بداله راح هاي طلع البارلل البارلل بخلين اثنين ماشيات مع بعض طلع في الكبزة اصور لك البرالل بده خلين اثنين ماشيات مع بعض لفتره من الزمن بعدها بشيل الال بخلين ينظر الماشي اوكي طيب الان هاي كامل ابتحاضر موجود الان مين افضل طريقة دير بالا مش طريقة منهم افضل من الثاني هاي اعتمد على بمعنى والله انت بدأ كتب نظام لشركة صغيرة لشركة صغيرة يعني صيدة لي طيب صيدة لي او لسوبر مارك ما فيش دعا ادخل كلها التكاليف بعمل بينج بان مش راي لو تعط مش راي بتأثر المؤسس الارجنسي قديش انت مستعجل لتطليق النظام قديش انت مستعجل كل ما كان شارك مستعجلي معناة بروح في اتجاه البيينج بان اقل استعجال بروح باخذ الفيس اقل استعجال بطويل بروح على البرالل إذا اللاحب ريسك توليرانس ليبل قديش دارة الرسك إذا الرسك عالي كل ما صار الرسك اعلى بضطر اروح على البرالل قديش لانه قلنا البرالل المسجيات مع بعض وهذا بيحميني من الرسك وهكذا كمان قديش عندي موظفين قديش عندي استعداد الريسورس بتساعدني اشتغل برالل قلنا حسب الريسورس وهكذا احيانا البيانات بتكون حساسة كمان ممكن تذكرنا زي البيانات المالية في البند انا البيانات المالية في البند اي خلل انت ضيعت مصر الناس بيانات حساسة بنسمي ماذا في التسجيل التسجيل في علامات للطلاب من سنة سمانة سبعين اي خلل بضيعها اذا كانت كمان البيانات حساسة ما تترددش بعلا طول بختار بتخلي نظامين مشيات شهرين ثلاث لفترة انت تطمين فيها كشركة انو شوك صحيح اذا هذا اسم تمام عدى عنده اي سؤال الجزيل الاخير في اللي بدي نحكي عنها اللي هي ريسك مانيشمنت افترض هذا كلام متوقع افترض انه السؤال بيقولنا هل انت ريسك قلنا سير خلل هل انت تظل تستنى لما يصير الخلل وبعدين تقول شو بدي اصول لا الصح هو تعمل ريسك مانجمينت تعملها بطريقة ايداري صحيح يعني شو بدك تسوي يعني ايدنتفايل potential events that may negatively affect the company اذا بدك اشتغل طريقة ريسك مانجمينت اولا بدك تتوقع بعدما انت عامل تحليلات كثيرة بدك تتحدد شو الريسك سمحتمل بمعنى انه والله احنا احنا فريق قررنا للشرك يشتروا ERP سيستم جوب حطوني عطول لا يجوز نبدأ في العمل وفيما بعد نتفاجأ انه في ريزيستنس بس الخالة الكبيرة واذا تواجهك اي ريزيستنس ومعنش تحلو هذا بسوي خانعك اذا المفروض قابل ما تبدأ في الـ يوز يكون عندك خطة هذه الخطة تعمل طبعا بطريقة مدروسة مش اعتباطية انه شو احتمال يحصل عندنا ريزكس ممكن تسأل الاستشاريين مش انتعدك استشاريين من الشركة اللي اشتريت منها شو متوقع تكون في ريزكس بدك تتوقعها عند برؤكتيفلي بدك تبادل تحط حلول فيما بعد مشيت في النظام ما حصلش ريزك والله خير وبركي انت محظوظ خلاص بنمشي لكن اذا حصل ريزك على طول بتفتح الخطة اللي انت حاطة وبدك تعمل الحلول بناء على ما انت شو معلو حاط ما توقع تجتهد اجتهاد من الخطأ تستنى تسير ريزك وبعدين تسير تشتغل اذا the main reason why ARB ARB project is because of people or the soft stuff يعني قاعد بقول لك يا سادسي انه من خلال افتبارات كثيرة اهم سبب اللي هو ال stuff اللي هو ال end users اذا ال end users ما قبلوش يشتغلو عن النظام او معرفوش يشتغل بلاش نظل ظلمينهم مش انه بدهم يمكن معرفوش يشتغلو عن النظام يعني هذا يؤدي نفاشل وبالتالي وبالتالي هي اعطاك cause of failure بس قالك اهمها انه ال user الفيلرز ليش بيقول لك الفيلرز هذه اللي هي قد تحدث الرس يعني وانت تفكر في الرس هاي النقاط ويمكن غيرها بدك تفكر فيها مشان شو ماله مشان لو حصلت تحلها يعني انا مقا مبدئيا ببقى قاعد مثلا انا عندي ال end user شو الممكن المشاكل ممكن تحصل معه ممكن يكون في ممكن يكون في مش عارف يستعمل النظام طيب حط خطة حط لاخت بروح النافذ النظام حصلت بفتح الخطة وبشتغل عليه حصلت وهكذا الان كمية كبيرة هاي اقال لك تركز من هانا كمان تيجي ممكن الهاردوير يكون في خلق ممكن الشبكة اللي انت مركبها ما بتدعم ال ERP وهكذا ممكن ايوزر مثلا الى اخر كثير يعني انت عندك مثلا شركة زي جنرال موتورس او زي بنك العربي وروح تشتري 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 اللي هو من تاير 3 ما انت عشان السعر اقل اللي هو 10,000 دولار وحملته هذي 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 كومباني لما حملته راح تتفاجأ انه ال ERP بش راح يقدر يشغل لك المؤسسة هذي كل هذي اذا كمان بدك تكون عامل حسابات من كل هالكلم اذا ولاحظ بقولك 3 leg stool كمان كويس انا خلتك بترك تلك 3 leg stool stool يعني لاحظ كرسي ثم ابتقى فلع ثلاث ارجو يعني قاعد بقولك ERP system بيمشيش الا بثلاث ارجو مش برجل تين كيف البني ادم بيمشي برجل تين 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 بس ERP system بدو ثلاث ارجو يمشي عليهم الكاستمر وهنا الكاستمر لو احنا بنخصد في بيوزر سوان كان موظف اول بدو يشترك هاي طرف الفندور اللي هو اللي نشتره لما بدك تعمل مثلا تكون طرف ثالث بالثلاث اطراف هذول بيشتغل صح ايه 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 اذا واحد من خربت وعد من الخربت معنا بدك توقع البروجيكت بدو سيف مشاكل اذا انا اعتقد هذا اللي هو جزء ال implementation ظل جزئتين بسيطات هو بدي يحكينا فيها اللي operations and management حد عند الان هاي سؤال يعني انا شايف تفاصيل اللي حط ال implementation هي نفس اللي اخذتوها في software engineering و نفس اللي اخذتوها في system management and design لكن هي قاعد بخصص لك ال ERP system operations and management المرحلة الاخيرة في life cycle operations and maintenance طيب الان بدأ يعني يحكينا بافكار انت همك انه لما ترى تحمل ERP system يمشي stable شعن stable يعني يمشي بدون مشاكل يمشي مستقر بدون مشاكل الان قديش راح تاخذ منك فترة مش انا اصير stable اذا عملت كل الارشادات اللي احنا حكينا عنهم قابل عملت صح عملت صح عملت صح دربت اللي عندك صح كل شي عملت الصح حسب ما هو الخطة اذا النظام مش راح ياخذ فترة لما يصير stable خلاص بيصير مطمئنين النظام بيشتغل صح وبصير الامور ماشي صحيحة تمام هذي اسم stabilization اذا احنا عيننا دايما بتكون في الدرجة الاولى انه نوصل النظام اللي يعني كيف نظام التسجيل في الجامعة قديش لك بتسجل علي نفسه طيب اذا حصلت مشاكل فيه اثناء في خلال واحنا مشيين في حاجة اسم هالمؤسسة بتشتغل عليها اسمها center of excellence اللي هو مراكز تميز طبعا هذي center of excellence اي مؤسسة اللي لازم نكون فيها center of excellence هي مشموعة ناس group of people شو بتاو sustain the system post-golan يعني مهمتهم دايما ومتي حافظوا على system مهمة احنا لما بنحك عن ERP system لازم يكون في واحد في المؤسسة من شخصة واكثر مختصين مهمتهم انه يظل هذا ERP system sustainable يعني يظل مستمر مش يشتغل اسبوع وتعطل اسبوع يظل مستمر وبالتالي بدهم نظل متابعين ERP system لازم نظل متابعين مش نظل محافظين عواضع وين the stabilization تمام طيب هذه الoperations بالنسبة للو قد يكون داخلي من الشرك يعني الشرك يكون مختصين وبعرف ويعملوا maintenance لكن إذا ما عرفوش بدك المنترانس تنساش يعني تشتغل ERP system without maintenance ERP buyers are asked to pay ERP buyers are asked to pay between 18% up to 25% of software license fees for maintenance and support الشركات المنتجي لل ERP system حقيقة هم أفضل ناس يعملوا المنتج لأنهم البنير النظام ولكن إذا أنت اشتغلت معهم بسلوب maintenance رايحين يزيدوا عليك على العقد المبلغ مبلغ بيقولنا من التجربة المبلغ يعني يترا 1-18% ل-25% من سعر software أحيانا بعض شركات شو بتسوي بعض شركات شو بتسوي بتيجي بتقول لك أنا بدي ERP system أعطيك بعض شركات ولا بشار مع نهاية كل فترة تدفع دفعة اسمها maintenance إلى سياغات كثيرة إحنا شو إذن إلها سياغات وهذا كيف أنت تعمل التعاقد عليك ضروري لأنه طورة تكنولوجيا يعني بدنا ننقل من في نجيب أجيز زغيرة بدنا نعاود نعمل جديدة هذا رح يدخل بند حصلت أخطاء معين حصل تطورات معين كثير نحتاج ال maintenance إلان maintenance activities هايو شو بنحتاجها مثلا النوع الأول اسمه preventive maintenance preventive maintenance الهي بنسميها عادة السيانة الوقائية لمعنى وقائية يعني منظلش نستنى تصير الخاطئ وبعدين نصير نفكر في الحلول لا ونظل إحنا ماشيين up to date يوم بيوم وبنسجل تقاريرنا وقاعدين منسجل في التقارير مثلا لاحظنا إنه نسبة الأيرور صارت إزاد في نقاييس يعني نقدر نعرف لاحظنا إنه نسبة الأيرور مثلا صارت تتزايد على سبيل المثال على سبيل المثال كيف هذه معناها الموظفين في البنك مثلا معا لحد واحد في المئة أخطأ على سبيل المثال واحد في المئة يعني لو عمل مئة عملية عملوا خطأ أخطأ في واحدة ماشي بحسبه عليه هذي هامش الخطأ يسمي طيب هو بشكل سيستم افتارد ماشي بعد شهرين ثلاث لاحظنا نسبة الأخطاء تزايد أصار 2% هذي مؤشر إنه إنه في تحصل الآن إحنا بنصير نفكر في علاجها هذي اسم يعني بنعمل صيانة قبل ما تحصل المشكلة وقائية زي كيف واحد من الاخترية قال أنا بمنع الكسر ليسي هذا قال أنا بمنع الكسر ليسي يعني بلاش استنت الوالد يقع ينكسر وبعد ينروح لا إحنا بنظلم حفظين على الوالد بقع ش بالكسر هذي اسم النوع الثاني من يعني بنلاحظ إنه ممكن الشركات كل 3-4 سنوات يطلع وبالتالي إحنا بحاجة لل تكنولوجيا تطور تكنولوجيا بدنا نعمل تطور العمليات يعني كل نفس العمليات تطور أو يدخل أفكار جديدة في البزن يسم ها هذي كمان بعقود سيانة بالتم كمان كمان اميرجنسي مينترنس اللي هي مينترنس السيان الطارقة اميرجنسي طارقة كيف يعني مثلا جينا في يوم في الشركة شغلنا النظام صار هانجاوت علق نعلق نقول بين قصين علق هاي شو نسوي النظام فيش مشاكل مبارح طفنا كان كويس شغلنا اليوم ملق هذي اسمها اميرجنسي مينترنس انتابو لأيك أخطاء انتابو لأيك مينترنس الآن إذا انت بدك توفر على الشركة ومش عامل عقد للمينترنس بصير صعب إذن هذي بدك تدعو تخذها موضوع المينترنس آخر وهيو قال لك كايو المهم بصير شطارتك كيف تلعب في هات مش في المينترنس إياك إياك اتفاصل على بنود في المينترنس يعني إذا قال لك أنا بعمل لك مينترنس وفاقت تركت البقية هذا خطر كله شطارتك وين بدك تصير على الرقم هذا على المبلغ اللي أنت بدك تتعاقد معاه فيه هان كل ما قللته وهنا بتلاحظ عادة في السوفتوير وهذا يعني ملحوظة كويسة إياكم كمختصين في نظم المعلومات في السوفتوير تقريبا كل ثلث أربع السنوات إذا بدك تلتزم بعقد مينترنس كواء كانوا الشركة كل ثلث أربع سنوات هل هذا مفيد أو مفيد مفيد بفيدنا الحين في آخر موضوع بدي أحكي فيه موضوع الآن السؤال لقد شغال بنظل نعمل المينترنس مدام وإحنا مسيطرين على الواضع من خلال المينترنس معناها النظام خلني ماشي إذا وصلنا لمرحلة المينترنس بطلت نافع يعني صارت نقل هي مثلا تكنولوجي دسترابشن يعني صارت نقل في التكنولوجيا يعني إحنا اللي هم كنا عارفين طرق الشو وهي بالكيبورد وهي بالأجزة وهي الماوس وهي طرق إن يدخل بالطريقة هات والأربي سيسم مبني بالطريقة هات افتار بعد ثلاث سنوات أو أربع سنوات صارت تشتغل بطريق اللي هي الفيرتوال رياليتي والأكومنتي رياليتي والأرتيفشي الإنتليجنس انتقلت معناته أو الـ إنترنت التكنولوجيا خلاص تيمشي إنترنت of things سنوات نظام النظام بين ايديك مش راي يقدر يشتغل على هذه التكنولوجيا التكنولوجيا السرابش السمنا إذن what are you going to do you have to upgrade بدك تطلع نسخة جديدة هذه النسخة تتوافق مع التعديلات والتحديثات الجديدة اللي حصل الآن بقول لك الفيندورز غالبا غالبا من 15 إلى 20 ثانية أنا هذا ما بعربين جابها الرقم هذا رقم كبير أنا عادة أخذها around 5 حوالين 5 سنوات كوني بحك عن نظام معلومات مرتبط في التكنولوجيا ومرتبط في الإدارة والاثنين مشيات فين تطور كل 5-6 سنوات بتصير تغيير تتغيير كاملة تمام وبالتالي إحنا إذا كنا مشيين مع الشرك تمام الشرك عادة لحالها رح تعمل يطلع كيف الحالها بتعمل عشان تتوافق مع تكنولوجيات والتطورات الحديثية الان بدك تكون انت معامل معهم اتفاق هنتابه هان اللي بدي أ أنه أنا مش لما بدي أرجي أعمل اتبيعني إياك أنا لا أنا باجي بدفع مثلا مبلغ وانا شاطار تقنيف تتفق معهم بدفع مبلغ وكل بتعطين إياه بصير هو كل 4-5 سنوات لما يتطور عند النظام بيجي بيحمل الأول دي اللي عندك بيحثوه ومحط لك لنيو وحط لك لنيو هذا كثير مثلا بتصير في السيارات أعطيكم مثال عليه بتروح تشتري السيارة موديل سنة 2023 خلاص مثلا نقول حقا 100000 خلصت السنة سنة الجاي 2025 بتروح بيبقوا حسبين الدبريشييشن تسمين قديش نستهلك السيارة مثلا بحسابات خبراء استهلكت بنسبة 20% بس بيقول لك يدفعينا 20% وتفضل هاي سيارة كده وهكذا بتظه تمام إذن هذا اللي هو موضوعنا الموضوع الموضوع ومينترانس إذ هيك بتكون الـ ERP system life cycle يعني انتهينا منا